أهلا بلال مساء الخير مشاهديناك مثل ما يظهر في الهام وحدة يحدث الآن أجواء ممترة إن شاء الله مرتقبة مساء اليوم على أغلب المناطق الشمالية للبلاد ولبسا تكون البداية بالنشرية الخاصة التي أصدرتها ظهيرة اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على تسوق الأمطار رادية معتبرة محاليا بكمية تصل إلى غاية ربعين ملمات محاليا هذه الأمطار إن شاء الله يرتقب أن تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية الساعة التاسعة من صباحة يوم غد الأربعاء الولايات المانية يكل من ولاية المسان سيد بالعباس مع سكر تسمسيل تيارة سعيدة الجلفة كذلك ولاية المدية لمسيلة وولاية بورج بوريريد بالإضافة إلى النشرية الخاصة كذلك هناك تنبيه من الدرجة الأولى أصدرته نهار اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على استمرار تساقط أمطار رادية غزيرة إن شاء الله بكميات أو أقول تساقط أمطار رادية غزيرة بكمية تصل إلى غاية 30 مم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد لكن أمطار إن شاء الله تكون بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر في التساقط إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الولايات المعنية على عبر كل من ولاية جيجل سكيكدا عن نابا طارف سقهرس قلمة قسنطينا ميلا وولاية أسطي بالإضافة إلى هذا تنبيه هناك تنبيه آخر فيما يخص تساقط أمطار رادية راح تكون معتبرة محليا إن شاء الله على المناطق الغربية وهذه الأمطار تصل إلى غاية 30 مم متر وتكون مرفوقة كذلك بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء الولايات المعنية عبر كل من ولاية تعينتي موشنت وهران مصد غانم غيليزان شلفتي بازا عند دفلة وكذلك ولاية البوليدة إن شاء الله يعرف تكون أنطار خال بالنسبة للتوقعات القصيرة المدى وهذا حسب خاتفز التوزيع تساقط الأمطار بداية من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الجمعة نلاحظو يوم غد الأربعاء تبدأ من أجواء شتوية رائعة إن شاء الله يعرف تكون أنطار خال تميز أغلب ولايات الوطن بالخصوص عبر كل من ولاية البليدة المدية كذلك ولاية تيبازا الشلف تيارة كذلك الجلفة البويرة نلاحظو أنطار تكون متفرقة طيلة نهار يوم غد الأربعاء عبر مختلف المناطق الشمالية بالنسبة ليوم الخامس ستكون أجواء رابعية تقسي مستقر ومشمس مع تسجيل بعض الصحب الخفيفة عبر مختلف ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية لكن يوم الجمعة إن شاء الله مشاهدين تعاوى ترجع الأمطار من جديد نلاحظو في الصورة ستتميز أغلب المناطق الشمالية عبر كل من الجزائي العاصمة البليد المدية تيبازا الشلف كذلك تيارة البيض ومدينة عين السفر نلاحظو أنه ستكون هناك تساقط لأثلوج بحول الله على عبر مختلف المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى للبلاد بحول الله وهذا يوم الجمعة درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة إن شاء الله مشاهدين نلاحظو خلال الصباحة والفترة الليلية تبقى دائما تحافظ على المعدل الفصلي يعني أجواء نوعا ما راح تكون باردة خلال الصباحة وكذلك الفترة الليلية راح نسجن إن شاء الله ما بين حوالي 0 درجة إلى 10 درجة بشام البلاد بجنوب البلاد ما بين 12 درجة إلى غاية 20 درجة لكن خلال ظاهرة يوم غد بحول الله نوعا ما راح نسجل ارتفاع طفيف ومحسوس في درجات الحرارة القصوى خاصة على المناطق الغربية وذلك بسبب هبوب تيارات جنوبية غربية إن شاء الله يوم غد ستكون كنا رياح قوية تشتاح المناطق الغربية وكذلك الجنوب الغربي يعني التيارات الجنوبية الغربية التي تنتقل نحو المناطق الغربية راح تعلن المل على رفع درجات الحرارة القصوى إن شاء الله راح تنسجل حوالي ما بين 22 إلى غاية 25 أو 26 درجة على المناطق الغربية بالنسبة للوسط وشرق البلاد تبقى دائما نتحافظ على المعدل الفصلي ما بين حوالي نقدر نقل 12 درجة إلى غاية 22 درجة إن شاء الله على المناطق الوسط وشرقية بالنسبة للمناطق الجنوبية ما بين حوالي 25 إلى غاية 38 أو 39 درجة كأعلى مقياس وهذا اليوم غد الأربعة بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله وحتى يوم الجمعة قدر من أجوان درجة الحرارة نقدر نقل لها فصلية بشمال البلاد ما بين 18 إلى غاية 25 درجة وبجنوب البلاد ما بين حوالي 25 إلى غاية 39 درجة كأعلى مقياس مرتقب على مدينة رقان إن صلاح أدرار وكذلك على إنكزان وبرجبجي مختار البحر إن شاء الله مشاهدين خلال الساعات المقبلة سيكون بحر مضطرب إلى هائج وهذا على طول الشريط السحلي لأن الرياح ستبقى دايما قوية سرعتها ما بين 40 حتى 60 كم في الساعة مرتقبة خاصة على السواحل الغربية والوسطى والرياح ستبقى دايما من شرقية إلى شمالية شرقية على طول الشريط السحلي بالنسبة لعلو الأمواج إن شاء الله خلال الساعات المقبلة ما بين المترين إلى غاية أربعة أمطار بالخصوص على السواحل الغربية والوسطى يعني الحطى والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية خلال الساعات المقبلة بهذه توقعات مشاهدين نعود الآن إلى بلال لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسب على كل هذه المعطيات إذن إلى ملفنا الأولى